موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من تلفزيون سلطنة عمان نحييكم وهذه أخبار العشرة وفي أبرز عنوينها جلالة السلطان المعظم يتبادل برقيات التهاني مع قادة الدول العربية والاسلامية الشقيقة والصديقة بمناسبة العام الهجري الجديد رسالة شفهية من جلالته حفظه الله ورعاه إلى القيادة المصرية تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية ووقوف السلطنة مع مصر بدعوة من جلالة السلطان المعظم مجلساء الدولة والشورى يبدأني دورا لانعقاد السنوي الولايات المتحدة تؤكد دعم السلطة الانتقالية في مصر قبل يوم من محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي مع اقبال العام الهجري الجديد محملا بعبق الذكرى المعطرة لهجرة معلم البشرية محمد عليه افضل الصلاة واسكى التسليم تبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقيات التهاني والتمنيات بهذه المناسبة المباركة مع قادة الدول العربية والاسلامية الشقيقة والصديقة وقد عرب جلالة السلطان المعظم فيها عن صادق تهانيه واطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد داعينا الله تعالى ان يعيد عليهم هذه المناسبة الجديدة بوفر الصحة والعافية وان يجعل العام الجديد عام خير وسلام على جميع الشعوب ويحقق فيه للامة الاسلامية جمعاء المزيد من الرفعة والرخاء والسؤدد كما اعرب اصحاب الجلالة والفخامة والسمو وقادة الدول الشقيقة والصديقة في برقياتهم لجلالة عاهل البلاد المفدة عن اطيب التهاني واصدق التمنيات لجلالته بوفر الصحة والهناء ومديد العمر مقرونة بالدعاء للبارئ عز وجل ان يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته لأعوام عديدة محققا كل امال وتطلعات شعبه الوفي لمزيد الرفعة والتقدم والرقي وعلى جميع المسلمين بمزيد الخيرات ونمو البركات فقد تبادل جلالة السلطان المعظم برقيات التهاني مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني امير دولة قطر صاحب السمو الشيخ صباح لحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية فخامة الرئيس الدكتور محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فخامة الرئيس إسماعيل عمر غيلة رئيس جمهورية جيبوتي فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومالة الديمقراطية فخامة الرئيس جلال الطلباني رئيس جمهورية العراق فخامت الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية فخامت الرئيس الدكتور إكليل ظنينة رئيس جمهورية القمر المتحدة فخامت نوري علي أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي فخامت المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت فخامت الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية فخامت الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية جلالة السلطان حاج حسن البلاقية سلطان بروناي دار السلام جلالة الملك المعتصم بالله عبد الحليم معظم شاه ملك ماليزيا فخامت الرئيس الهام حيدار علياذ رئيس جمهورية أذربيجان فخامة الرئيس حامد كارزاي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية فخامة الرئيس الدكتور سوسيلو بنبانجيوديونو رئيس جمهورية أندونيسيا فخامة الرئيس إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزوكستان فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية فخامت الرئيس محمد عبد الحميد رئيسي جمهورية بنجلاديش الشعبية فخامت الرئيس قرقانقولي برودي محمدوف رئيسي جمهورية تركملستان فخامت الرئيس عبدالله قول رئيسي جمهورية تركيا فخامت الرئيس إدريس ديبي رئيسي جمهورية تشاد فخامت الرئيس علي بونغو أنديميمة رئيسي جمهورية الجابون فخامت الرئيس الدكتور يحيى جامح رئيسي جمهورية جامبية فخامت الرئيس ماكسال رئيسي جمهورية السنغال فخامت الرئيس إمام علي رحمنوف رئيسي جمهورية طاجكستان فخامت الرئيس ألزابيك أنباييف رئيسي جمهورية قرقزستان فخامت الرئيس نور سلطان نظر باييف رئيسي جمهورية كزاخستان فخامت الرئيس الدكتور محمد وحيد حسين رئيسي جمهورية المالديب فخامت الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيسي جمهورية مالي فخامت الرئيس محمد إيسوفو رئيس جمهورة النيجر وكل عام والجميع بخير ومسرات نقل معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية رسالة شفهية من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم إلى القيادة المصرية حول تعزيز العلاقات الثنائية ووقوف السلطنة إلى جانب مصر جاء ذلك خلال محادثات أجراها معاليه اليوم في القاهرة مع الرئيس المصري المؤقت عدل منصور ودولة رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي ومعالي الفريق أول عبدالفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري في إطار العلاقات المصرية العمانية التي تحمل قدرا غير مسبوق من التفاهم والتنسيق السياسي المشترك إزاء مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية تأتي زيارة معالي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بالسلطنة لمقر الرئيس المصرية ولقائه مع الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور لينقل خلال ذلك اللقاء رسالة شفاهية من جلالة السلطان قابوس انتشرفت من أحمر رسالة شفاهية من صاحب القلالة مؤلاء السلطان قابوس فخامة الرئيس وهذه الرسالة التي اتشرفت بالتحدث عنها مع فخامة الرئيس تتعلق أولا بالعلاقات المدية القوية التي تربط سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية وأن سلطنة عمان تقف مع شيقي خطح مصر هذا وأعلن معالي يوسف بن علوي أن اللقاء مع الرئيس المصري أصفر عن الاتفاق على عقد اللجنة العمانية المصرية المشتركة تم الاتفاق على أن تعقد اللجنة المشتركة بين السلطنة وبين عمان وبين مصر ويكون هذا هو نحو الانطلاقة جديدة في الهلاقات وسيضم بإذن الله تعالى التئام من اجتماع مجلس رجال الأعمال العماني والمصري وبالإضافة إلى لقاء الرئيس المصري عقد معالي يوسف بن علوي العديد من اللقاءات مع المسؤولين المصريين للتأكيد على دعم السلطنة لمصر واجبنا نحن واجب العرب بل واجب العالم كله أن يقف لجانا مصر وأن يساعدها ويقف معها لتجاود هذه الصعوبات وأن كذلك يدعم الجهود المصرية بالمضيق دما على طريق التطور علاقات قوية تضرب جزورها في عمق التاريخ هي تلك العلاقات العمانية المصرية وتأتي الزيارات المتبادلة لتدعيم تلك العلاقات من مقر رئيسة الجمهورية أحمد عبيس تلفزيون سلطانة عمان القاهرة بدعوة من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه عقد مجلس الدولة دورة لانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة حيث استعرض المجلس المواضيع المتعلقة بجهود التنمية الوطنية ومناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014 كما استعرض مجلس الدولة ترتيب الأمور الخاصة بآلية تفعيل الأداء مع انتقال المجلس إلى مبناه الجديد بمنطقة البستان في خطوة أخرى متقدمة باتجاه استكمال بناء دولة المؤسسات ضمن إطار منظومة العمل الوطني المؤسسي افتتح مجلس الدولة مجلسته الأولى من دور العقاد السنوي الثالث الذي من المنتظر أن يناقش الكثير من القوانين والإجراءات قيد الإقرار في ضل صلاحيات تشريعية ورقابية جديدة أوكلت بالمجلس في الفترة الأخيرة ومن بينها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 وقانوناء المطبوعات والنشر والطفل إلى جانب مواضيع تتعلق بدعم جهود التنمية الوطنية الشاملة وتفعيلها بالشكل الذي يحقق الحياة الكريمة للموطن العماني سوف نعرج بإذن الله إلى مناقشة موضوعات جدول الأعمال التي من بين الاطلاع على محضر الاجتماع الأخير من دور العقاد السنوي الماضي والاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلسة العادية التاسعة لدور العقاد السنوي الثاني وتاريخ انقاد هذه الجلسة الجلسة الأولى جرى انعقادها تزامنا مع تدشيني قاعة اجتماعات المجلس ضمن المنشآت الجديدة لمجلس عمان ومع قدوم العيد الوطني الثالث والأربعين المجيد لقد تم تصميم مبنى مجلس عمان الجديد بأحدث المواصفات وتم تجهيزه بأرقى المعدات لتيسير أعمالكم وبلورة مساهماتكم وتعزيز قدراتكم بما يمكنكم من أداء دوركم على أجمل وجه بطريقة عصرية ميسرة مرحلة برلمانية قادمة تدشن من المبنى الجديد لمجلس عمان بأورفتيه الدولة والشورى والتي تركز على الاهتمام بالمواطن بالدرجة الأولى واستيرب التنمية إلى مراحل متقدمة مستفيدة من الإمكانيات البشرية والتقنية الحديثة وبدعوة من جلالة السلطان المعظم افتتح مجلس الشورى دورة لانعقاد الثالث من الفترة السابعة حيث ناقشت الجلسة الأولى همية الارتقاء بالصلاحيات التشريعية والرقابية للمجلس إلى جانب ضرورة التوازن في توزيع الخدمات بين مختلف محافظات السلطنة المشاركة بالفكر المستنير والرأي الناضج في صنع القرارات التي تخدم الوطن والمواطن وترقى به وتحقق له مكانة بارزة بين الدول كان من أهم المحاور التي تناولتها الكلمة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث من الفترة السابعة لمجلس الشورى معاهدين قلالته بمواصلة مسيرة العمل الشوروي بعزم وأمل يعززهما الصدق في القول والإخلاص في العمل والوفاء لهذا الوطن الغالي وقيادته الحكيمة التي لم تأل جهدا في العمل على تحقيق آمال وطموحات المواطنين العمانيين وتطلعاتهم نحو المستقبل حجم المسؤوليات الجسام والجهود التي تتطلبها مسيرة العمل الوطنية القادمة وتستوزب من مجلس الشورى أيوليها جل اهتمامه وأن تضعها لجانه وأجهزته المختلفة ضمن أولويات خططها وبرامجها السنوية كان أيضا ضمن المحاور الأخرى التي تم تداولها بالجلسة وأن يأتي تناولها وبحثها في إطار الوسائل والأدوات البرلمانية التي نص عليها النظام الأساسي للدولة ونظمتها اللائحة الداخلية للمجلس وعبر دراسات المجلس وتوصياته وملاحظاته على مشروعات القوانين والموازنة العامة للدولة والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية من جانب آخر تم التأكيد على الارتقاء بالصلاحيات التشريعية والرقابية وتعزيز مكانة الشورى والعمل على تقييم الأداء ومراجعة أعمال المجلس وممارساته وتوجيهها نحو تناول القضايا الوطنية وفقا لدرجة أهميتها في البحث والنظر مع الأخذ بمبدأ التوازن بين المتطلبات والإمكانات وضمان تحقيق العدالة والتوازن في توزيع المشاريع والخدمات على كافة محافظات وولايات السلطنة نحن الآن بلغنا سنتين فقط كسلطة تشريعية مكتملة وإن شاء الله نأمل أن هذه الصلاحيات وهذه الاقتصاصات تعزز إن شاء الله خلال دورين عنفاد الفادمين وأيضا خلال الدورات القادمة إن شاء الله بعد ذلك تم انتخاب الأعضاء المكملين لمكتب المجلس عملا بأحكام اللائحات الداخلية لمجلس الشورى إضافة إلى عقد الاجتماع الأول لمكتب المجلس كما تم تحاطة مكتب المجلس خلال اجتماعه على هامش الجلسة الأولى بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 والتي أحيلت من مجلس الوزراء لأتولى مجلس الشورى دراستها افتتاح الجلسة الأولى من دور الإنعقاد الثالث من الفترة السابعة وضعت الخطوط العريضة للحقبة المقبلة من أعمال مجلس الشورى خاصة مع انتخاب مكتب المجلس وكذلك تحديد المعالم الرئيسية للفترة المقبلة من أعمال اللجان الدائمة بالمجلس سيب بن خلفان الكندي لتلفزيون سلطنة عمان مجلس الشورى ومتابعة لهذا الموضوع التحليليا ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية مرحبا بك أستاذ حاتم نساء الخير ونسعيد أكون معاكم في هذا اليوم المباري شكرا جزيلا بداية دلالات انعقاد مجلسي الدولة والشورى في توقيت متزامن وواحد وكل في مقره الدائم خلافا للأعوام السابقة أعتقد الرسالة واضحة جدا والدلالة أيضا مهمة جدا ويجب قراءتها على أساس أنها هي نوع من التكامل المطلوب ما بين مجلس الدولة وما بين مجلس الشورى لأن مثل ما نعرف أن مجلس عمان أساسا يتكون نظامنا البرلماني من نظام الغرفتين اللي هي الشورى والدولة وأن هناك الكثير من التكامل بين الأدوار المنوطة بهما في العمل وبالتالي هذا التزامن يأتي من هذا المنطلق نعم هذا أعتقد هو الرسالة الأساسية أنه هما عبارة عن مؤسستين في مؤسسة واحدة اللي هي مجلس عمان وربما نقول هذا الجناح لأيمن وهذا لأيسر فهما يكملان بعضهما البعض في مناقشة الكثير من الأعمال المنوطة بهما طيب هل ستصبح برأيك هذه الآلية هي المطبقة في العوام القادمة بخاصة وأن المواطن العماني كان في انتظار النطق السامي في مثل هذه المناسبة نعم أعتقد أنه يعني المعنى الأساسي أو الرسالة الأساسية من اليوم أنه هو يعني اكتمال المؤسسة البرلمانية وبالتالي اكتمال الدور أو ربما أيضا العمل المؤسسي العمل المؤسسي بحيث أن مجلس عمان يعمل بطريقة آلية ولا ينتظر فقط التوجيهات لأنه خطاب صاحب الجلالة في 2012 يعني أعطى مجموعة من التوجيهات التي لا تكتمل ولا يمكن يعني ليست لسنة واحدة وإنما لعدة سنوات سواء كانت مرحلة تقييم تجربة التعليم أو العديد من التوجيه فيما يخص العمل والخطاع الخاص مجموعة من التوجيهات الأساسية التي يعني هي عناوين للمرحلة التي نعيشها فبالتالي الرسالة واضحة أنه الآن مع اكتمال البنى الأساسية ومع اكتمال وضوح يعني الصورة فيما يخص مجلس عمان يمكنه أن يعمل وهذا يعني أيضا ثقة من صاحب الجلالة ومن قائد البلاد في هذه المؤسسة البرلمانية العظيمة أنه قادرة أن تلبي احتياجات المرحلة ومتطلباتها طيب برأيك طبيعة المرحلة القادمة وأبرز التحديات من المؤكد يعني كل مرحلة لها تحديات وعلينا أن نعرف بهذه التحديات ليست هي بالتجربة التي قطعنا فيها أشواط وسنوات وعقود إلى خير هي علينا أن نقول هي مرحلة جديدة ولازلنا يعني هناك الكثير من التحديات التي تواجهنا هناك مثلا يعني مسألة التنسيق يعني هناك في ضعف في التنسيق ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ولا يوجد دائما هناك يعني بطء في الكثير من القرارات وربما لا يوجد هناك تنسيق أقوى حتى أن المسألة تستمر بشكل سلس جدا هناك فهذه المسألة أعتقد من أهم التحديات في هذه المرحلة أيضا يعني المجلس مطالب بأن يكون في خلال المرحلة القادمة يعني قريب إلى تطلعات المواطنين وسقف التطلعات مثل ما نعرف في السنوات الأخيرة يعني عالي جدا في المجتمع فبالتالي علينا الكثير من الإسراع في صدور الكثير من القوانين لأنه لا يعقل ربما قانون أساسي وحيوي مثل قانون التعليم أن يأخذ أكثر من سنتين فبالتالي يعني علينا أن نعالج هذا البطء طبعا دولة المؤسسات يعني مثل ما نعرف يعني الدورة اللي يمر فيها القانون هي دورة يعني لكذا جهة فبالتالي لا يمكن أن تسرع يعني من أجل السرعة ولكن ما أريد أن أقوله يعني هذا من أهم التحديات لأن علينا يعني أنه في أشياء حيوية لا يمكن انتظارها سنة وسنتين لأن سلبيات التأخير مثل ما لاحظنا يعني لا يستطيع المجتمع تقبلها وتأثيرها مباشرة أيضا وتأثيرها مباشرة على حياة الناس وعلى العمل التنموي بالأساس فبالتالي يعني أعتقد مسألة السرعة في كثير من الأمور أصبحت مطلوبة وأساسية أيضا تحدي أساسي يعني التقافة البرلمانية ضعيفة جدا في المجتمع ولدى المواطنين كثير من المواطنين لا يعرفوا الفرق ربما ما بين الشورى والدولة وأيضا يعاملوا ربما مجلس الشورى والمجالس البلدية يعني والمجالس البلدية كنا نعول عليها الكثير ولكن في الأساس يعني إلى الآن التجربة لم تتضح معالمها ولا يوجد هناك في الواقع العملي الكثير من الشيء المموس لدى المواطن وهذا ما هو يريده خاصة في مجال الخدمات فالمواطنين الآن ينظر يعني بشكل عام وربما هذا تعميم إلى مجلس الشورى هو ربما يحاول يبحث عن وظيفة لأحد أو ربما يخلص معاملة أو أرض أو قرض في حين الأدوار تختلف تماما في حين الأدوار الحقيقية للشورى طبعا هي كسلطة تشريعية ورقابية وهذا اللي علينا أن نفعله لأن الصلاحيات أعتقد واسعة وكبيرة وحيوية جدا فيجب تفعيل هذه الصلاحيات وضحت الصورة لأستاذ حاتم بن حمد الطاي رئيس تحرير جريدة الرؤية شكرا شكرا لكم ومع الخطوات المتواصلة لبناء مؤسساتها السياسية والقانونية التي اكتمل عقدها بمجلس عمان تواصل التجربة السياسية العمانية أداءها تحت قبة البرلمان مدعومة بنمو الوعي لدى المواطن الذي بات شريكا في نجاح هذه التجربة الوطنية هذا التقرير يقدم قراءة في دولة المؤسسات ونحن نقترب من الاحتفال بالعيد الوطني الثالث والاربعين المجيد في الوقت الذي كانت تمضي فيه السلطنة بخطة ثابتة وهادئة نحو تحقيق التنمية الشاملة في كل القطاعات والمجالات تصنع تجربة ثرية حافلة بالمنجزات في غضون عقد قليل بالقياس بتجارب دول أخرى نامية كانت نقلتها التدريجية الهادئة من مرحلة لا أخرى وفق ما تطلبات المجتمع وتطوره قد وضعت المواطنة أمام تحولات سياسية واجتماعية بالغة الأهمية عميقة الدلالة تجاوزت مفهوم الإنجازات المادية إلى بناء دولة مؤسسات تكفل الحقوق والحريات العامة في ظل سيادة القانون تدرج إنما هو سمة من سمات الحيوية في بناء المجتمعات لأن القفز على الأمور إنما يكون في أكثر أحاينه شططا يرتد بغير ما هو مطلوب ومن هنا كانت الحكمة مقتضية أن يأتي هذا النسق في السير التنموي والحضاري لهذا البلد على هذا النحو تأكيدا للرؤية الثاقبة والحكمة المتمكنة التي يقود بهما جلالة السلطان المعظم هذا البلد العزيز حتى تسنى له أن يرقى به في معارج العلا وأن يصل به إلى هذا المستوى الذي أصبح فخرا لا يقتصر أثره على أبناء عمان وإنما يمتد إلى الحضارة الإنسانية قاطمة وإذا كانت التجربة الدمقراطية العمانية قد اكتسب تبعادا جديدة مع انتخابات مجلس الشورى فأن جلسات البرلمان المفتوح شكلت لسنوات مضت علامة فارقة على خصوصية هذه التجربة الرائعة التي تنفر بها عمان وذلك قيمة سياسية واجتماعية تؤكد على دور هذه المؤسسة البارزة التي تم فيها صنع السياسات على أرض الواقع دون حواجز وبشفافية كبيرة عندما تصل إلى هذا المستوى من التجربة والمشاركة الشعبية هذا طبعا هدف كل المجتمع أن يكون ممثلوه يتمتعون بهذه السلطة التشريعية ليطمئن المجتمع إلى أنه لن يصدر تشريع إلا بعد أن يمر على ممثليهم والذين سيتأكدون من خلال عملهم ومن خلال واجبهم ومسؤولياتهم أن التشريع يحقق مصلحة المواطن ويحقق مصلحة الوطن ووفق المحطات المختلفة التي مرت بها مراحل بناء دولة المؤسسات بدءا من المجالس المتخصصة والاستشارية ثم مجلس الشورى ثم صدور النظام الأساسي للدولة والتي تربط الماضي بالحاضر بالمستقبل فإنه من الأهمية بما كان أن نتوقف أمام مؤشرات بالغة الأهمية ليس فقط على المستوى السياسي من خلال انعقاد مجلس عمان بغرفته مجلسي الدولة والشورى بما يحمله من تقدم على مسار الديمقراطية في السلطنة وإنما أيضا على مستوى الإنجاز الذي تحقق باستكمال مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والقانونية بما يساعد في فهم الرؤية السياسية لأموم التجربة العمانية في عقدها الخامس نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها ولكن بعد قليل انخفاض نسبة حوادث الطرق منذ بداية السنة بنسبة 22% سماء السلطنة تشهد كسوفا نادرا يجمع بين الكسوف الكلي والحلقي والجزئي عزيز المواطن والمقيم اغسل يديك بالماء والصابون بعد العطس والسعال وقبل إعداد الطعام وقبل الأكل ومعد ملمسة النفايات والأسطح غير النظيفة واغسل يديك دائما وفي كل الأوقات اتباع العادات الصحية حماية لك من فيروس كورونا وسائر الأمراض المعددة مع تحيات وزارة الصحة جلالة السلطان المعظم يتبادل برقيات التهاني مع قادة الدول العربية والاسلامية الشقيقة والصديقة بمناسبة العام الهجري الجديد رسالة شفهية من جلالته حفظه الله ورعا إلى القيادة المصرية تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية ووقوف السلطنة مع نصر بدعوة من جلالة السلطان المعظم مجلساء الدولة والشورى يبدأني دورا لانعقاد السنوي الولايات المتحدة تؤكد دعم السلطة الانتقالية في مصر قبل يوم من محكمة الرئيس المعزول محمد مرسي أهلا بكم من جديد عقد وزراء الخارجية العرب اليوم اجتماعا في القاهرة لبحث مؤتمر جنيف الثاني حول الأزمة السورية وأكد مع اليوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية على أهمية انعقاد هذا المؤتمر باعتباره فرصة مهمة لتحقيق انفراجة في الأزمة السورية سوف يدرس الوزراء العرب إمكانيات تحقيق التوقف نحو حل سياسي سلمي في سوريا ومؤتمر جنيف الذي يحضر له الآن هو أحد الفرص المهمة التي ينبغي على العرب أن يسعون لتحقيق من خلالها انفراج في الأزمة السورية وبطبيعة الحال الممثلين القوى السورية للاتلاف السوري بيكونوا موجودين وسوف يتم دراسة كل ما يريد أن يقوله إخوانا ممثلين للاتلاف السوري ولكن لا بد من أن نذهب إلى جنيف هذا واستمرت الاشتباكات العنيفة بين القوات السورية وقوات المعارضة المسلحة جنوب دمشق وذلك لليوم الثالث على التوالي في محاولة من الجانبين للسيطرة على مواقع استراتيجية في محيط العاصمة الطيران الحربي السوري قصف أهدافا في مدينة أسبيت جنوب دمشق في محاولة لمحاصرة معاقل المعارضة السورية فيما أطلقت قوات المعارضة عددا من قذائف الهون على أحياء وسط دمشق دون وقوع إصابات تذكر من جانب آخر دارت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وقوات المعارضة على أطراف حي الحجر الأسود وبرزة في الشمال كما سيطرت القوات الحكومية على مؤسسة المطبوعات والقناة التربوية التابعة للتلفزيون الرسمي السورية في موضوع آخر قالت الولايات المتحدة أنها ماضية في دعمها لمصر لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب مشددة على لسان وزير خارجتها على أن تعليق المساعدات يعكس طبيعة القوانين الأمريكية الداخلية ودع جونكري السلطات المصرية إلى إجراء انتخابات حرة وعادلة تشمل الجميع وأكدا إدانة واشنطن لجميع عمال العنف والهجوم على دور العبادة والمنشآت الحكومية والخاصة وفي مؤتمر الصحفيين جمعه بوزير الخارجية المصري نبيل فهمي شدد وزير الخارجية الأمريكية على أن أمام مصر فرصة لتكون مثالا على تحقيق الديمقراطية تلبية لتطلعات الشعب المصري مشيرا إلى عزم إدارته على استمرار التعاون الثنائي مع الحكومة المؤقتة من جانبه اعتبر الوزير المصري ما سمعه من نظيره الأمريكي مؤشرا إيجابيا لتحسين العلاقات بين البلدين المسؤولان الأمريكي والمصري لم يشير إلى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي المقرر عقدها يوم غدين الاثنين حيث يواجه اتهامات بالتحريض على قتل ثمانية متظاهرين في ديسمبر الماضي وفيما تواصلت الوقفات الاحتجاجية من قبل أنصار مرسي أعلنت السلطات المصرية عن خطة أمنية لتأمين المحاكمة تتضمن نشر عشرين ألف جندي كما قررت إغلاق محيط منطقة المحاكمة ويحاكم مرسي مع أربعة عشر متهمان آخر في القضية بينهم عصام العريان القيادي في جماعة الإخوان أدل الناخبون في كوزوفو بأصواتهم في الانتخابات البلدية التي تشكل اختبارا لتطبيع العلاقات الدولية بين كوزوفو وصربيا بوساطة الاتحاد الأوروبي وأدل أكثر من مليون وسبعمائة ألف ناخب بأصواتهم لاختيار المرشحين البلديين بجانب مائة حزب وهيئة تسعى للسيطرة على ست وثلاثين بلدية في كوزوفو وتعد هذه الانتخابات في المرة الأولى التي يشارك فيها صرب أرقيون في انتخابات البلدية في كوزوفو منذ أعلان استقلالها عن صربيا عام 2008 احتفلت البحرية السلطانية العمانية بيومها السنوي الذي يصادف الثالثة من نوفمبر من كل عام أقيم الاحتفال بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية تحت رعاية مع للدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام فوج جديد من شباب عمان ينضمون إلى ركب الجندية بالبحرية السلطانية العمانية في الاحتفال الذي أقيم على ميدان الاستعراض العسكري بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية وذلك بمناسبة يوم البحرية السلطانية العمانية الذي يوافق الثالثة من نوفمبر من كل عام أيها الخريجون إنه من حسن الطالع أن يتصادف احتفالنا بهذا اليوم مع فرحة تخرجكم فهنيئا لكم الفرحة وهنيئا لكم الانطلاقة الحقيقية لتكونوا ضمن مغاوير البحار في هذا السلاح الفتي ولتسهموا مع من سبقوكم في الزود عن هذا الوطن والحفاظ على نقاء وصفاء مياهه فقرات الاحتفال تنوعت بين مجموعة من الاستعراضات التي قدمها طابور العرض والتي كانت على أنغام مسيق البحرية السلطانية العمانية فيما شكل طابور العرض لوحات متنوعة على ميدان الاستعراض احتفاء بهذه المناسبة وفي الختام قام طابور العرض بأداء نشيد البحرية السلطانية العمانية أعقبه نداء التأييد والولاء لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أعطبوا في القناة أعلنت اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق عن انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 22% خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية أكتوبر الماضي وفي اجتماعها اشارت اللجنة الى ان عدد اصابات حوادث الطرق انخفضت بنسبة 13% بالاضافة لانخفاض نسبة الحوادث في طرق السلطنة بنسبة 7% كما بحثت اللجنة الاستراتيجية الوطنية للسلام على الطريق 2011-2020 والاجراءات المتخذة لتوفير شروط السلامة في حافلات نقل الطلبة ترأس الاجتماع مع الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك ومتابعة لهذا الموضوع ينضم معنا في الاستوديو العميد المهندس محمد بن عوض الرواس مدير عام المرور مساء الله بالخير معنا العميد إذن بداية ولله الحمد كما أشارت الإحصائيات هناك انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 22% ما هي أبرز العوامل المساعدة على هذا الانخفاض؟ الحمد لله والشكر هذه الانخفاضة الجيد كانت عمل دعوب وعمل متواصل من خلال الخطة الاستراتيجية لللقنة الوطنية للسلام على الطريق وأيضا إقراءات ميدانية وعملياتية على أرض الواقع بقانب التوعية وأيضا نشر عدد كبير من أنك ضبط السرعة والتواقد الشرطي وأيضا ما في شك المجتمع ولقاني السلامة المرورية في كل ولايات السلطنة كان لها الأثر الكبير في الحد من حوادث الطرق وإصاباتها والحمد لله نعم طبعا هذه الاحصائية من بداية يناير إلى نهاية أكتوبر الماضي في أي الأشهر العميد كانت أقل النسب حدوث هل كانت بشكل تسلسلي في انخفاض هذه الحوادث أم أن هناك كانت أشهر فيها قليلة وأشهر لا ما في شك أن هناك تنسب تتفاوت يعني كنا على سبيل المثال الإحصائية التي تم إصدارها من خلال المجلس الوطني الإحصائي لشهر 9 للأشهر الماضية كان 19.5% في عدد الوفيات والحمد لله خلال شهر 10 استطعنا أن نرفع النسبة إلى 22% وما في شك هذه الإقراءات وهذه الانخفاض في عدد الوفيات والإصابات نتاق عمل متواصل وقهود والحمد لله خيرا بقانب رغم ازدياد في عدد المركبات بمعدل 12% وأيضا في روح السياقة بمعدل 9% والحمد لله نعم يعني هناك الكثير أيضا يعني يسند هذا الانخفاض أيضا إلى الإجراءات التي تخذتها شرطة عمان السلطانية للحد من حوادث الطرق سواء من حيث سن وفرض قوانين وإجراءات صارمة للتقليل من هذه الحوادث حسب أيضا هناك أنباء أن الشرطة ماضية في هذا الإجراء وفي فرض المزيد من القوانين والإجراءات الصارمة خلال العام القادم أكيد هناك خطة وعمل متواصل والإجراءات سواء القانونية أو الرقابة المرورية في تصاعد سنشهد إن شاء الله العام القادم إجراءات شددية في بعض المخالفات المرورية وبعض السلوكيات سيتم الإعلان عنها عن ما تنشر في القريدة الرسمية وأيضا إجراءات قادمة فيما يتعلق بالتوعية وأيضا فيما نشر المزيد من هذه الضبط السرعة بوسائل مختلفة وأجهزة مختلفة إن شاء الله نعم مع تطبيق هذه الإجراءات العميد إلى أي مدى تعتقدون أن هذه الإجراءات ستساهم في الحد من الخفاض نسبة الحوادث أو الحد من الحوادث أو حتى الخفاض نعم هو ما في شك أن هناك خطة واضحة المعالم وإجراءات مطبقة معمول فيها في معظم الدول العالم وأيضا مراعاة فيها المجتمع العماني ومتطلعات والطبيعة الجغرافية للسلطنة والحياة الاجتماعية وهذه الخطوات مثل ما ذكرت سابقا هي في تصاعد نعم ونأمل من خلال الوعي العام واهتمام المجتمع ومساهمته في موضوع التوعية ونشهد إن شاء الله خلال الأيام القادمة معرض السلامة المرورية الذي شهد العام الماضي زيارة أكثر من ستين ألف شخص ونتوقع السنة هذه بمشاركة أفضل ونعي أفضل في المعروضات سنحقق أيضا زيادة في عدد زائرين هذا المعرض وما في شك إنه معظم هذه الزائرين أيضا من أبناء الطلبة وبالتالي خلقي الوعي بموضوع السلامة المرورية أكيد وطبعا هذا المعرض سيأتي تحت شعار السلامة المرورية مسؤولية الجميع نعم العميد المهندس محمد بن عوض الرواس مدير عام المرور شكرا جزيلا لك شهدت سماء السلطنة اليوم كسوفا نادرا يسمى بالكسوف المركب أو الهجين بسبب جمعه بين الكسوف الكل والحلقي والجزي وقد حدث الكسوف قبل غروب الشمس بخمس دقائق واستمر منذ البداية إلى النهاية ساعة وخمسة وأربعين دقيقة في السلطنة إلا أن الشمس غربت قبل ذروة الكسوف الكل هذه ظاهرة نادرة بسبب وتم تسميتها الكسوف الهجين بسبب أن الكسوف يمر على مستوى العالم بعدة مراحل من الحلقي والكل إلى الجزي والنطن العربي سيشاهدونه بمرحلة الجزي فقط أعلنت وزارة الأوقاف وشون الدينية مساء اليوم معا عدم ثبوت رؤية هلال شهر محرم للعام 1435 للهجرة وعليه يكون يوم غدنا الاثنين الموافق الرابع من نوفمبر لعام 2013 للميلاد هو اليوم المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1434 للهجرة ليكون يوم بعد غد الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر 2013 هو غرة شهر محرم لعام 1435 للهجرة عقدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤتمرا صحفيا أوضحت فيه تفاصيل المرسوم السلطاني السامي رقم 61 على 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المرسوم السلطاني بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رسم ملامح خارطة الطريق نحو الاستقرار الوظيفي للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص المرسوم السلطاني السامي رقم 61 على 2013 احتوى في مادته الأولى على التعديلات الخاصة بالقانون وسوف نتحدث عن التعديلات المؤتمر الصحفي ناقش تفاصيل المرسوم الذي تضمن أولا تعديل تعريف الأجر الخاضع للاشتراك والذي يحسب على أساسه المنافع التأمينية وذلك من الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات ثانيا رفع معامل احتساب المعاش من 2.5 عن كل سنة خدمة من متوسط الأجر لآخر 5 سنوات إلى 3% عن كل سنة خدمة ثالثا رفع الحد الأدنى لمعاش التأمينات من 150 ريال عماني إلى 2.5 ريال عماني ويبقى الحد الأقصى لمعاش المستحق من الهيئة 80% رابعا رفع الحد الأدنى لمعاش العقز والوفاء بسبب غير مهني من 40% أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر إلى 50% من الأجر الجديد الخاضع للاشتراك خامسا رفع البدل اليومي لإصابة العمل من 75% من الأجر الأساسي اليومي إلى 100% من الأجر اليومي الجديد لمدة 6 أشهر بواقع 75% للستة الأشهر التالية صدور المرسوم السلطاني الخاص بقراءة تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية سيسهم بما لا يدعم مقال للشك في تحسين أو في استقرار القوى العاملة في القطاع الخاص حقيقة كان القطاع يعاني من الدوران الوظيفي من ما لا شك في المرسوم السلطاني راعى الكثير من النقاط أهمها تحسين منافع التأمينات الاجتماعية من حيث زيادة أجهر الأدنى من المتقاعدين ولا تزال الحكومة تعمل جاهدة لتقريب المزايا في القطاع الخاص لمساواته بالقطاع الحكومي المرسوم السلطاني رسم خطة واضحة لاستقرار القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ولكن السؤال هل ستعمل مؤسسات القطاع الخاص على تكييف بيئتها معنويا وماديا لتلفزيون السلطنة عمان فارس من جمع الوهيبي مصطف أما الآن مشاهدين فننتقل إلى هم الأخبار الاقتصادية مع الزميل سامي أولاد ثاني النشر الاقتصادية برعاية نجم يتألق في سماي صناعة العمانية كابلات عمان عمانية الأصل آلمية الثقة الشركة الوطنية للعبارات مساء النور مشاهدين وفي أخبارنا الاقتصادية تتابعون غرفة تجارة وصناعة عمان تكشف عن تنظيم مؤتمر عمان الأول للاستثمار السياحي الشهر القادم كشفت غرفة تجارة وصناعة عمان عن تنظيم مؤتمر عمان الأول للاستثمار السياحي جاء ذلك في مؤتمر صحوفي عقدته الغرفة اليوم بمقرها الرئيسي بمسقط وذلك تحت رعاية سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان تسعى غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تنظيم مؤتمر عمان الأول للاستثمار السياحي وذلك في الثاني والعشرين من ديسمبر القادم جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمبنى الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عمان ونتمنى لهذا المؤتمر النجاح من خلال طبعا لجنة السياحة بالغرفة التي نشطت أيضا في الفترة الماضية وهذه الحقيقة يعني هذا المؤتمر هو باكورة عملها يستهدف المؤتمر واصحاب وصاحبات الأعمال في القطاع السياحي وارواس مجالس الإدارة للمؤسسات السياحية المختلفة ووزارات وهيئات السياحة وهيئات التراث والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي ومراكز ترويج وتسويق الاستثمار والجامعات والكليات ومعاهد السياحة طبعا نأكيد أن القطاع السياحة محتاج إلى تأهيل سواء كعاملين أو كرواد للأعمال في هذا المجال التأهيل وتدريب نفس الشيء التمويل المؤتمر سيصلت الضوء على أهمية القطاع السياحي بشكل عام وإضاح مجالات الاستثمار المتاحة بالإضافة إلى تبادل الخبرات الخليجية والدولية في مجالات تطوير الاستثمار السياحي والاطلاع على تطورات هذا القطاع والرؤية المستقبلية لتطويره من جميع النواحي التشريعية والتأهيلية والتمويلية ويعتبر القطاع السياحي من القطاعات الاقتصادية الهامة في الاقتصاد الوطني حيث تسعى الدولة إلى رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نظرا لما تتمتع به السلطنة من مميزات سياحية يشجع على استقبال السايحين على مدار العام لكلفزيوني سلطنة عمان سعود بن سعيد المعولي مسقط لتسهيل عملية نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية وقعت حكومة السلطنة والمملكة الأردنية الهاشمية اليوم على اتفاقية للنقل الدولي على الطرق عبر أراضيها لطريق العبور الترانزيت ووقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة سعادة الشيخ الدكتور عبد الملك بن عبدالله الهنائي المستشار بوزارة المالية وعن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية سعادة السفير متعب الزبن سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مسقط ارتفع إجمال التعاملات العقارية بوزارة الأسكان في مختلف محافظات السلطنة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الحالي إلى مليار واربعمائة وستة وخمسين مليونا وستمائة وتسعة وخمسين الف ريال عماني مقارنة بإجمال التعامل العقاري خلال الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت مليار واربعمائة وثمانية وعشرين مليونا وثمانمائة وثمانية آلاف ريال عماني أي بنسبة ارتفاع قدرها اثنان في المئة شكرا للمتابعة مشاهدين تكملة النشر عند عيدا ويوسف النشر الاقتصادية برعاية نجم يتألق في سماي الصناعة العمانية كابلات عمان عمانية الأصل آلمية الثقة الشركة الوطنية للعبارات شكرا سامي وانواصل هذه النشرة في عصر تويتر الفيسبوك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية هل من الضروري تعليم الأطفال كيفية الكتابة بالقلم أم ستصبح مقررات اختيارية فقط عدد كبير من المدارس الأمريكية تعتقد أن هذا الأمر لم يعد ضروريا وأصبح تعلم المقررات المعلوماتية من المقررات الإلزامية وفي سن مبكرة هي عملية توزيع أجهزة اللوحية رقمية ففي روضة الأطفال هذه تستخدم الشاشات للعب والدراسة هيا أطفال ضعوا الأيباد في الوسط ففي ولاية كاليفورنيا كما في أماكن أخرى في الولايات المتحدة بات تعلم المعلوماتية إلزاميا في المدارس الابتدائية وتقدم دروس التوعية إلى الأطفال في سن مبكرة جدا نتعلم الكثير حول عدد أكبر من الأشخاص كما خصصت مدينة لسونجولس 30 مليون دولار لتجهيز صفوف التعليم يتعلمون ابتداء من اليوم الأول في المدرسة نصفهم أمام لوحات المفاتيح وأجهزة الكمبيوتر ونعلمهم كيفية الكتابة ونجد تطبيقه يناسب احتياجات كل طالب اللوحات تثير اهتمامهم لأنهم باتوا يفهمونها ولا يوجد برنامج واحد للجميع حتى يتأقلم جميع التلاميذ مع التطبيقات تطور تكنولوجي يهدد المنهج التقليدي فابتداء من عام 2014 سيصبح تدريس الكتابة عبر التقنيات القديمة اختياريا في 45 ولاية أمريكية الأولوية ستعود للوحة المفاتيح بدلا من القلم لكن سيستمر تدريس الكتابة التقليدية كما هو الحال في الكتب وعلى شبكة الانترنت ولكن هذا لا يقنع المعارضين لهذا الإصلاح الذين يخشون أن تكون اللوحات الخطوة الأولى نحو الاختفاء الكامل للكتابة اليدوية لم يعد للتلاميذ المهارات الحركية نفسها لا أود أن أراهم محبطين من كتاباتهم بسبب فقر ترجمة نانسي قنقر